أكد بذر عبدالعاطي وزيره الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارجة التزام مصر بمواصلة العمل مع كافة الدول لتحقيق مستقبل أفضل يعكس قدرة الأمم المتحدة على مواجهة التحديات الدولية والتحقيق الرخاء لشعوب العالم جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية في قمة المستقبل والتي تعقد على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد مصر ضرورة تسوية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية وتشدد على أهمية وقف العدوان الجاري على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية وتشدد على أن الثقة في عدالة النظام الدولي باتت تتعرض لاختبار حقيقي في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف المأساة المستمرة في غزة وفي الضفة الغربية والتي تهدد اللحظات الحرجة الراهنة بالتمدد إلى لبنان الشقيق والانتشار على نطاق واسع في المنطقة كما تتمسك مصر بالحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار الصومال وسيادته على كامل ترابيه الوطني كما تؤكد أيضاً على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وعلى سلامة ترابيه الوطني أيضاً ترجمة نانسي قنقر